موسيقى الرئيس الاسد يؤكد ان الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا اعمالهم مصدر فخر وحالة وطنية موسيقى وحدات الجيش تقضي على اعداد من ارهابي تنظيم داعش في دير الزور ورفي حمص موسيقى ارتياح لدى اهالي دمشق مع بدء عملية ضخ مياه نبع عين الفيجة تدريجيا الى منازلهم موسيقى من العاصمة السورية دمشق نحييكم ونقدم لكم هذه الساعة الاخبارية اسعدتم مساء اكد الرئيس الاسد خلال لقائه بعدد من صناعي دمشق وريفها ان الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا اعمالهم بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم هم مصدر فخر وحالة وطنية استقبل الرئيس بشار الاسد عددا من الصناعيين من دمشق وريفها ممن تضرروا خلال الازمة وخسروا منشآتهم وعادوا الى العمل ضمن ورشات صغيرة ودار الحديث حول المصاعب التي واجهها الصناعيون السوريون في ظروف الازمة والحلول التي يمكن وضعها لتجاوز هذه المصاعب واعتبر الرئيس الاسد ان ارادة الحياة عند السوريين هي احدى اهم عوامل صمود سوريا في وجه ما تتعرض لها وان الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا اعمالهم بالرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم هم مصدر فخر وحالة وطنية لان الحرب التي تتعرض لها سوريا لم تقتصر على الجانب العسكري بل لها جوانب اخرى من ضمنها الاقتصاد مدحا ان اسرار الصناعيين على الاستمرار بالعمل حتى ولو على نطاق اضيق كان له اثاره الايجابي في الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد من جانبهم تحدث الصناعيون عن الخسائر التي تكبدوها في معاملهم خلال الحرب وكيف ان هذه الخسائر لم تثنهم عن مواصلة اعمالهم قرر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس السماحة للصناعيين باستيراد احتياجاتهم من المشتقات النفطية لدعم عملية الانتاج بحيث يتم استيراد الفيول والغاز عن طريق البر والبحر والمزوت عن طريق البحر وفق ضوابط محددة المزيد في هذا التقرير وافق مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون باعفاء اصحاب الاعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الاضافية المترتبة عليهم وكافة الفئة المدينة للمؤسسة والمشمولة باحكامه لغاية الخامس من شهر قانون الثاني لعام 2018 وذلك بغية تخفيف الاعباء عن المتضررين من اصحاب المنشآت والفعاليات ومساعدتهم على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشجيعهم للعودة للعمل والانتاج نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لهذا التمديد طبعا حيكون فيه انعكاس كبير على قطاع الاعمال ولسيما بالمناطق اللي كانت ساخنة ورجعت لحدنا الوطن واللي هي حتقدر انه يكونوا السادة الصناعيين واستادة رجال الاعمال حيكونوا اكثر قدرة على النفاذ لاماكن منشآتهم بهدف دفع العملية الانتاجية وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للصناعيين للاستمرار بالانتاج قرر مجلس الوزراء السماحة للصناعيين باستيراد المشتقات النفطية اللازمة لاستمرار منشآتهم بالانتاج بشكل مباشر عبر المنافذ البرية والبحرية وتم تكليف وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع دوابط محددة لهذا الاجراء اليوم تم اتخاذ قرار بالسماح للصناعيين باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية وذلك لدعم عملية الانتاج والمشتقات النفطية المعروفة هي الفيول والغاز عن طريق البر والبحر والمازوط بحرا وذلك وفق دوابط لهذه العملية تم وضعها من قبل وزارة النفط ووزارة الاقتصاد وستطابع من قبل المعنيين في كل محافظة من المحافظات بدوره قدم المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضا حول أعمال الوزارة خلال الستة أشهر الماضية في المجالين التنموي والإنتاجي ومعوقات التنفيذ والرؤية المستقبلية مبينا أن خطط الوزارة تتضمن العمل في مجال برنامج مشروعي والتوسع به في مختلف المحافظات برنامج مشروعي الذي يتم بالتنسيق والتكامل والتعاون مع الأمان السوري للتنمي وهذا المشروع أثبت نجاحه الكبير وهو ينفذ على أكمل وجه من خلال الخطط السنوية التي توضع لهذا المشروع ويستهدف شريحة كبيرة من المجتمع في سائر المحافظات وبناء على توصية لجنة إعادة الإعمار خصص مجلس الوزراء مبلغ مليار ليرة سورية لإعادة البنية التحتية الرئيسية إلى مدينة دارية موزعا على تأهيل مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية وتأهيل مركز دارية الصحي وشبكات ومراكز تحويل الطاقة الكهربائية وإصلاح شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وفتح الطرق وترحيل الأنقاض وإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى تأهيل مركز الاتصالات والمركز الثقافي ناقش مجلس الوزراء اليوم بجلسته الواقع الأعمال اللي عبيجي للتخطيط لتنفيذها في دارية اللي احنا في لجنة إعادة العمار رصدنا مليار ليرة سورية رصدت الحكومة مليار ليرة سورية للنهوض بمنطقة تمكن الأهالي من العودة إلى دارية ولتحقيق مرونة أكبر في آلية إعداد وتمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة أقر مجلس الوزراء الآلية الجديدة المقدمة من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول إعداد الموازنة العامة للدولة وآلية تنفيذ مشاريعها ودور اللجان المعنية وآلية إعداد وتتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتبسيط دورة تعاقد وتنفيذ المشاريع ودور اللجان المعنية قضى سلاح الجو في الجيش العربي السوري على العشرات من إرهابي تنظيم داعش على اتجاه البيارات شرق المحطة الرابعة بريف حمص ودمر ست عربات دفع ربعي مزودة برشاشات وفي دير الزور دمر سلاح الجو تحصينات وعربات مزودة برشاشات في محيط المقابر وقضى على أعداد من الإرهابيين تقدم متواصل يحقيقه الجيش العربي السوري في عملياته النوعية ضد التنظيمات الإرهابية على أكثر من جبهة عمليات عسكرية دون ما توقف أحدثها تحرير العديد من القرى بمحيط الباب في الشمال الشرقي لحلب بعد سيطرته على بلدة سرحان جنوب المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش بحيث باتت المسافة تقل أكثر فأكثر نحو المدينة وحدات الجيش وفي محور حمص استعادت السيطرة على مناطق جديدة في محيط مطار التفور بريف حمص الشرقي بعد معارك عنيفة أدت إلى خسائر كبيرة ضمن صفوف التنظيمات الإرهابية وفي نفس السياق نفذت وحدات الجيش العربي السوري عمليات نوعية على مقرات وتجمعات إرهابي التنظيم في محيطي مطار دير الزور وقرية الجفرة وفي قرى الحسينية والبغيلية والبوعمر وقرية العبد وحويجة المريعية وجبال الثردة نجاحات الجيش العربي السوري تأتي بموازاة الجهود الروسية المتواصلة للقضاء على الإرهاب والتي كان أحدثها ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ سلسلة ضربات جديدة باستخدام القاذفات الاستراتيجية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة دير الزور أدت إلى تدمير مركزي قيادة تابعين للتنظيم وعدد من مستودعات الأسلحة والذخائر كما أسفرت عن تصفية عدد كبير من الإرهابيين يسد رتياح واضح لدى أهالي دمشق مع استمرار عملية ضخمياه نبع عين الفيجة تدريجيا إلى منازل المواطنين نور الإبراهيم والتفاصيل بعد الإنجاز الكبير الذي حققه رجال الجيش العربي السوري في وقف خطر الإرهابيين عن مدينة دمشق وإرواء عطشها وبدء عمليات الصيانة وأصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشأ نبع الفيجة في وادي بردة بريف دمشق جراء اعتداء الإرهابيين كاميرا الإخبارية السورية تستطلع أراء المواطنين حول تحسن واقع المياه ووصولها إلى المنازل رجعت الماء على باب تومى ونشكر الجيش ونشكر الدولة والله يوفقهم لهم والدولة ما تجينا ماء والله يخلينا الدولة ورجعت الماء على جميع على برزة على المهاجرين على سزيانة البرميل كان بألف ليرة يعني عبرنا بس على الجالي أو على الحمام يخلص ضغري يعني بالجمعة شي مرتين هلأ بلشت ترجع المياه عندك صارت هلأ كل يوم تجي وقد تم أخذ العينات من المياه التي ضخت من نبع عين الفيجة أمس لإجراء التحاليل اللازمة وعلى أساس نتائج التحاليل تم البدء بضخ المياه إلى المنازل بشكل تدريجي نظافة الماء وهيك شيء كانت ممتازة الحمد لله وآخيرا شربنا ماء من نظافة الفيجة الحمد لله قدين قطعت عليكم تقريبا؟ قريبا فيه شهر يعني شهر قضيناها على البيضانات والمترات الماء والتعباية والروحة والزي رجعت الماء ماذا عانيته تقريبا من انقطاع المياه؟ معا شهر شهر إنا بالماء بدون ماء الحمد لله أنه رجعت أكيد الفضل للجيش العربي السوري الجدير بالذكر أنه بعد عشر ساعات فقط من بدء عمليات إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بنبع عين الفيجة على يد المجموعات الإرهابية تم ضخ المياه إلى خزانات مدينة دمشق لضخها بشكل تدريجي إلى منازل الأهالي أعلن دبلوماسيون أن مبعوثها الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورة أبلغ مجلس الأمن أنه تم تأجيل محادثات جينيف بشأن تسوية الأزمة في سوريا حتى العشرين من شباط القادم ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين شاركة في اجتماع مغلق لمجلس الأمن قولهما أن ديمستورة اعتبر أن تأجيل يضمن أن تكون المحادثات شاملة بأكبر قدر ممكن وكان فيتالين عمك رئيس معهد الاستشراقي في موسكو ومستشار المبعوث الأممي إلى سوريا قال في وقت سابق حول أسباب تأجيل محادثات جينيف أنه ليس هناك أي سبب سري وراء التأجيل ولكن بعد محادثات أستانا بات من الضروري إجراء تحضيرات مكثفة للتحاور بين كل الأطراف المعنية كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن أعضاء مما يسمى المعارضة السورية في الخارج قرروا إنشاء جمعية مشتركة مع شخصيات من كيان الاحتلال الإسرائيلي بينها ابن رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إسحاق رابين على خطة مشغليها تواصل ما تسمى المعارضة في الخارج سعيها كيان الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين وحسب الصحيفة من بين الشخصيات كمال اللبواني الذي ناشد الاحتلال بزيادة الدعم والتدخل المباشر في سوريا وقد أنشأوا مع شخصيات إسرائيلية جمعية تحت اسم أماليا من أولوياتها المعلنة العمل على إنشاء ما تسمى منطقة عازلة في جنوب سوريا مشيرة أن كل ما تقوم به الجمعية يتم بتوجيه من قوات الاحتلال الإسرائيلي وبتنسيق عال معها أما أبرز المتمولين والنافذين في الجمعية هي ناهد طلاص التي ورثت أموالا طائلة عن زوجها تاجر السلاح السعودي أكرم عجة والتي ساهمت في مشاريع عدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي ومن بينها تمويل مستشفى هداصة بالقدس المحتلة وتقديم منح لمحهد باستور وإزمان وهو شراكة علمية بين المحهد الطبي الفرنسي ونظيره في كيان الاحتلال الإسرائيلي طلاص ومن خلال تعليقاتها على مواقع التواصل الإجتماعي لا ترى ضيرا في مشاركة ابن رئيس وزراء كيان الاحتلال الأسبق رابين في مشاريع في سوريا حتى لو كانت أهداف هذه المشاريع تنفيذ سياسات الهيمنة الإسرائيلية ولهذا التقت رئيس كيان الاحتلال السابق شيمون بيريز وفد الهيئة الوطنية لدعم المقاومة ومقاومة التطبيع والصهيونية في تونس برئاسة الدكتور عادل بن سميدا يلتقي الدكتور هدي عباس رئيسة مجلس الشعب ويؤكد على ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لقاءات عدة يجريها وفد الجبهة الوطنية التونسية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية والذي يزور دمشق ويلتقي عددا من المسؤولين فبالأمس بعد أن التقى مع الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق هلال هلال التقى اليوم مع الدكتور هدي عباس رئيس مجلس الشعب وعدد من البرلمانيين وجرى خلال لقاء الحديث عن أهمية استعادة العلاقات الثنائية بين البلدين أمل أننا جئنا إلى سوريا حتى ننقل الصورة الحقيقية لما يقع في سوريا ولنهنئ الشعب السوري ونشارك معه أفرح رجوع حلب إلى حضن البلد ونحن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة منها التطبيع والصهيونية تعمل منذ البداية إلى كشف المؤامرة التي تحاك ضد القطر السوري الشقيق هذه الزيارة وبحسب مراقبين تكتسب أهميتها من كونها مطلب الشعب التونسي بهذا في إعادة أحياء العلاقة مع سوريا باعتقاد هذه الزيارة تعكس جزءا من موقف الشارع العربي عموما والشارع التونسي بشكل خاص فالصحفيون التونسيون عندما يأتون إلى دمشق فأنهم ينقلون موقفا لشعبنا العربي في تونس الذي يبدي موقفا مؤيدا لسوريا في مواجهتها للإرهاب رسالة حملها الوفد التونسي إلى دمشق مفادها بأن سوريا تحارب الإرهاب عن جميع شعوب ودول المنطقة ووعد بأن ينقل إلى تونس الخضراء الوعي الكبير لشارع السوري في وجه المؤامرة الكونية التي يتعرض لها للإخبارية السورية علي معلا دمشق بدوره استقبل الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بعد ظهر اليوم وفد الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة وأكد الدكتور المقداد خلال اللقاء على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين العربيين الشقيقين في سوريا وتونس واعتبر الدكتور المقداد أن استمرار العلاقات دون المستوى المطلوب بين سوريا وتونس أمر غير مبرر ولا يتفق مع إرادة الشعب التونسي الذي يريد عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وعلى أعلى المستويات من جهاته أكد رئيس الوفد وقوف الشعب التونسي إلى جانب شقيقه السوري في مواجهة الإرهاب معبرا عن اعتزازه وفخر الشعب التونسي بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب والتي كان آخرها تحرير مدينة حلب من الإرهابيين تتابعون في هذه الساعة الإخبارية أيضا النمسا تحذر من خطر عودة الإرهابيين من سوريا والعراق وتزايد أعدابهم اللقاء يتجدد بعد الفاصل نصر النصر من وادي برادار من نبع عين الفيشي نعم فعلها رجال الجيش العربي السوري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النمسا تحذر من خطر عودة الإرهابيين من سوريا والعراق وتزايد أعدادهم القوات العراقية تقضي على تسعة وثلاثين إرهابيا من داعش شرق محافظة صلاح الدين شهداء وجرح يمنيون ودمار كبير نتيجة غارات لنظام السعودي على المخة عدنا إليكم من جديد لمتابعة هذه الساعة أخبار يا أسعدتم مساء حذر مدير مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في فيينا بيتر جريدلينغ من خطر عودة الإرهابيين من سوريا والعراق وتزايد أعداد الإرهابيين والمتطرفين على أراضي النمسا عبر المزيد من عمليات تجنيد الشبان المتطرفين وقال جريدلينغ أن أجهزة الأمن النمساوي اعتقلت الأسبوع الماضي العشرات من الإرهابيين في العاصمة فيينا وريفها ومدينة غراتس بتهمة المشاركة بعمليات إرهابية والقتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بعضهم كان يخطط للعودة مرة ثانية ولفت جريدلينغ إلى مواصلة التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الأوروبية يوروبول لمحاربة الإرهاب قضت القوات العراقية على تسعة وثلاثين إرهابيا من تنظيم داعش في منطقة تل إكسيب شرق محافظة صلاح الدين وقال مصدر أمني في المحافظة لمواقع عراقية إن القوات الموجودة بمنطقة تل إكسيب شرق صلاح الدين صدت هجوما لإرهابي داعش وقضت على تسعة وثلاثين منهم يذكر أن منطقة تل إكسيب الواقع شرق محافظة صلاح الدين تم تحللها في الرابع عشر من كانون الثاني الماضي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وتفرض القوات الأمنية العراقية سيطرتها على المنطقة وتصد هجمات التنظيم الإرهابي التي تقوم بها بين الحين والآخر من جهة ثانية دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزارتي الدفاع وداخلية إلى تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين والموظفين من الاعتداءات الإرهابية تجديد الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بأمن المواطنين خصوصا أولئك الذين يعملون ضمن الشركات والمشاءات العاملة شركات العاملة المملوكة للدولة والمشاءات العاملة التي تحاول تعيد الإعمار وتعيد الاستقرار لهذه المناطق هناك بعض الجهات الإرهابية التي تحاول أن تخطف أو تتعرض إلى هؤلاء العاملين يمكن صارت في شركة حامولابي في نفط خانة ثلاثة من السوق تم اختطافهم للأسف صارنا على جثث ثين من الشهداء منهم وصار هناك توجيه بمولحقة هؤلاء ومنع تكرار مثل هذه الحالات إلى فلسطين المحتلة وبمشاركة رسمية وشعبية ودينية أقامت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تأبينا للمطران الراحل هيلاريون كابوجي مراسلنا جوريوس عازر وهذه المتابعة بعد شهر على رحيله ما زال الفلسطينيون يؤبنون المطران هيلاريون كابوجي فبحضور رسميا ممثل برئيس الوزراء الفلسطيني دكتور رامي الحمض الله وعدد من الشخصيات الدينية أقامت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس تأبينا للمطران المقاومة وفاء لما قدمه من أجل فلسطين إن مسيرة المناظر الكابوجي لهي دليل آخر على أن أبناء الأمة العربية لم يدركوا شعبنا يتصدى وحده الاحتلال بل انخرطوا على مختلف انتماءاتهم الدينية والجغرافية في النضار الفلسطيني العادل وعلى اختلف المستويات هو سوري المولد فلسطيني الانتماء كاثوليكي المذهب مقاوم فدائي بطل مثال صادق للتضحية للوفاء للنقاء للطهر للتأخي بين الأديان وسام نجمة القدس ومسيح القضية المركزية أو سمة وألقاب حاز عليها ابن مدينة حلب الشهباء لكن شجاعته ومواقفه وشهادة فلسطين له طبق الوسام الأعظم لهذا البطل العربي بقي يكافح في كل مناسبة لجهد هذا الشعب المتألم الشعب الفلسطيني كان سوريا الهوية لأنه فلسطيني الوطنية وأنه دربه درب النضال ودرب الصمود ودرب التحدي عاش سوريا بدم فلسطيني وجسد الشخصية المقاومة بكافة أشكال نضالها من مطران مقاوم إلى أسير ثم مبعد ليغدو رمزا لن يمحى من ذاكرة الفلسطينيين وأحرار العالم إلى الأبد المطراني لاريون كابوتشي غادر الدنيا لكن هذا التأبين يؤكد أن روحه المقاومة ستبقى حاضرة تحلق فوق كنائس القدسي ومساجدها للإخبارية السورية جريز عزار فلسطين المحتلة أدت غارات جديدة للنظام السعودي إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين اليمنيين فيما رد الجيش اليمني وقضى على عدد من مرتزقة النظام السعودي في جزيرة زقر بالبحر الأحمر لا تزال غارات النظام السعودي تستهدف المدنيين في اليمن فقد استشهد وأصيب عدد من اليمنيين في سلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي على السوق المركزي وجسر عرفان في مديرية المخة الساحلية بتعز مصادر يمنية أشارت إلى أن الغارات أدت كذلك إلى تدمير جسر عرفان الرابط بين مديرية المخة ومحافظة الحديدة بالكامل وانقطاع الطريق وتضرر العديد من السيارات والشاحنات كما استهدف طيران العدوان الكلية البحرية غرب الحديدة بالمقابل ردت القوات الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية على العدوان السعودي ومرتزقته بصاروخ بالستي متوسط المدى على معسكر للمرتزقة في جزيرة زقر بالبحر الأحمر أدت إلى مقتل العشرات بينهم عناصر من الجنج وإد مصادر عسكرية يمنية أكدت أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وأن الجيش واللجان أوقعوا عشرات القتلى والمصابين في صفوف مرتزقة العدوان خلال محاولتهم التقدم باتجاه مديرية ميديا الحدودية بمحافظة حجة وعلى سلسلة جبال العمري شرق مديرية الزباب بمحافظة تعز كما تم تدمير عدد من آلياتهم من جهة ثانية أقر النظام السعودي بمقتل اثنين من بحارته وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء استهداف البحرية اليمنية بصاروخ موجه بارجة حربية للنظام السعودي قبالة سواحل تعز أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف خلال مؤتمر صحفي مع نظره الفرنسي جان مارك إيرولت في طهران أن الوكالة الدولية للطاقة الضرية والدول الأعضاء في الاتفاق النووي أعلنت مرارا أن إيران التزمت بدعاهداتها في هذا المجال وأنها نفذته بصورة كاملة دون وجود التزام من جانب الأطراف الأخرى في حين أكدت موسكو أن تجارب إيران الصاروخية لا تمثل انتهاكا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى من جديد تثبت طهران أنها تمضي في الطريق الصحيح في ملفها النووي وتقول على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ضريف أمام نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت إن الوكالة الدولية للطاقة الضرية والدول الأعضاء في الاتفاق النووي أعلنت مرارا أن إيران التزمت بتعاهداتها في هذا المجال وأنها نفذته بصورة كاملة دون وجود التزام من جانب الأطراف الأخرى أبرز ما قاله ضريف أمام نظيره الفرنسي هو إن إيران لن تربط أبدا مسألة الدفاع عن نفسها بسماح الأطراف الأخرى لها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده لن تستخدم الصواريخ الباليستية في مهاجمة أي دولة من جانبه أبدأ إيرلوت تفهمه لموقف إيران تجاه قضايا المنطقة ولا سيما الوضع في سوريا والعراق واليمن وقال إنه لا حل عسكريا لما يجري في هذه الدول واتسمت زيارة إيرلوت بطابع اقتصادي كذلك حيث وقعت إيران وفرنسا على أربع وثائق للتعاون بدءا من التعاون الثنائي في مجالات عدة تجارب إيران الصاروخية لقد تفهما لدى روسيا التي قالت على لسان نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف إن هذه التجارب لا تمثل انتهاكا للاتفاق النووي مع الدول الكبرى معتبرا أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي ليست إلا محاولة لتأجيج الوضع مشاهدين تتابعونا في هذه الساعة الإخبارية أيضا سلطات أردغان تعيد اعتقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطية بعد الفاصل نلقاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باسم حزب الشعوب الديمقراطية الأمين العام للنيتو يؤكد أنه يسعى إلى حوار سياسي مفتوح مع روسيا ستة قتل في قصف أوكراني على جمهورية دونتيسكا وانتشال نحو مائة عامل من منجم فحم طاله القصف موسيقى من جديد نرحب بكم ونتابعونا في هذه الساعة الإخبارية واسعة مساء أصدرت إحدى محاكم النظام التركي في ديار بكر حكما بإعادة اعتقال المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطية إيهان بيلغين في حين طالبت محكمة تابعة للأمم المتحدة نظام تركية بالإفراج عن قاضي اعتقل في إطار حملة القمع تعصفية في أعقاب محاولة انقلاب تموز الماضي لم يمضي يوم على الإفراج عن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي إيهان بيلغين حتى أصدرت إحدى محاكم النظام التركي في ديار بكر حكما بإعادة اعتقاله بذريعة العضوية في تنظيم إرهابية ونشر الدعاية لمصلحة هذا التنظيم كما أصدرت المحكمة ذاتها أمس حكما بتوقيف النائب عن الحزب ميرال دانيش بشتاش بالتهمة نفسها وهي التهمة التي اعتقلت بذريعتها سلطات أردوغان الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش وفيغين يوكسك داك إضافة إلى ثمانية نواب عن الحزب قبل أشهر إلى ذلك طالبت آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية النظام التركية بالإفراج عن القاضي آيدين صفا أجايا الذي اعتقلته السلطات في إطار حملة القمع التعسفية تحت يافطة محاولة انقلاب منتصف تموز الماضي وتقول آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية إن القاضي التركي يتمتع بحصانة دبلوماسية بصفته قاضيا في الأمم المتحدة والسجنه يمثل انتهاكا لاستقلال القضاء مطالبة النظام التركي بالإفراج عنه بحلول الرابع عشر من شباط حتى يتمكن من شغل مقعده في هيئة المحكمة التي تنظر في قضية سياسي رواندي المتهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده ما يجري في تركيا قمع وبلطجة واعتقال كل معارض لأردغان فالمسألة لم تعد مسألة اعتقال أنصار ضعية فتح الله جولين وحلف النيتو يرى بغالبيته بأن أردغان هو من دبر الانقلاب لتصفية معارضه وتسهيل عملية تغيير الدستور أسامة شحود والتفاصيل حادثة سيذكرها التاريخ كوصمة عار لحكومة تدعي العدالة عاشتها تركيا وذلك بعد أن اعتقلت قوات أردغان امرأة بعد ولادتها مباشرة في إحدى مستشفيات مدينة أنطاليا إلى السجن لتلاقي مصير زوجها المعتقل أيضا بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله جولين استبداد نظام أردغان الآخذ بالازدياد مع اقتراب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور وصل درجة اعتقال مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري لمجرد نشرها تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبرت فيها عن رفضها للدستور الجديد وفي الإطار نفسه تم اعتقال محمد بوستورك الإداري السابق في صحيفة آيدينليك المعروفة بهويتها العلمانية بحجة الانتماء إلى جماعة جولين في السياق ذاته يتابع أنصار الحزب الحاكم أو من يوصفون بعصابات أردغان بلطجتهم ضد المعارضين مجموعة من أنصار العدالة والتنميع تدوا على المقر الرئيسي لنقابة موظفي القطاع العام التركي بعدما أعلنوا نيتهم التصويت بالرفض في الاستفتاء الدستوري وفي جديد ملاحقة نواب المعارضة اعتقلت شرطة النظام التركي مجددا نائبين عن حزب الشعوب الديمقراطي وهما ميرال دانيش من مدينة أضنة وآيهان بيلغان المتحدث باسم الحزب وذلك بحجة الانتماء إلى تنظيم محظور مكاسب أردغان المتحققة من محاولة الانقلاب دفعت مصادر رفيعة المستوى في حلف الناتو للتأكيد على أن قادة الحلف يؤمنون بأن أردغان دبر انقلابا عليه مؤكدين في الوقت ذاته أنه لا توجد وثيقة خطية للحلف بهذا الصدد نظرا لحساسية الموضوع غير أن تقييم الناتو الشائع واضح بدرجة كبيرة ألقت ممارسات أردغان القمعية في الداخل التركي ودعمه للإرهاب بالظلال هذه القاتمة على السياحة التي تدهورت بشكل كبير السياحة في تركيا هي الضحية الأخرى لتصرفات أردغان وباتت في وضع كارثي مع تراجع إرادات السياحة بنسبة 27% على أساس سنوي وباعتراف معهد الأحصاء التركي فأن إرادات السياحة خلال العام 2016 بأكملها بلغت نحو 22 مليار دولار محققة انخفاضا من 31 مليار دولار خلال عام 2015 ويأتي هذا الهبوط في إرادات السياحة نتيجة عزوف السياح عن التوجه إلى تركيا خوفا من الاضطرابات الأمنية بدءا بسلسلة الهجمات والتفجيرات مرورا بمحاولة الإنقلاب ومن ثم اختيال السفير الروسي لدى أنقرة وليس انتهاءا بالهجوم على ملها ليليا في ليلة رأس السنة الميلادية إضافة إلى امتناع السياح الروس عن قضاء عطلهم السنوية في تركيا وكشف معهد الأحصاء التركي أن مؤاشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض بنسبة 3% في كانون الثاني مقارنة مع الشهر الماضي ويشهد النمو الاقتصادي في تركيا تراجعا كبيرا حيث انخفضت قيمة العملة التركية بشكل كبير وتراجعت الاستثمارات وانخفض عدد السياح على خلفية دعم أردوغان للإرهاب في المنطقة من عكس على الداخل التركي أعلن يينس ستولتنبرغ الأمن العام لحلف شمال الأطلسي الناتو أن الحلف يسعى إلى إجراء حوارا سياسي مع روسيا ولا يرغب بأي مواجهة معها وقال ستولتنبرغ أن الحلف يسعى إلى حوار مبدي على أساس القوة مع روسيا ولا يرغب بأي حرب باردة جديدة لذلك نحافظ على الفرص من أجل الحوار السياسي المفتوح معها وأشار إلى أن الحلف يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الخصوص ومنذ إعادة ضمام القرم إلى روسيا بدأ الحلف باتخاذ إجراءات استفزازية بما فيها إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود مع روسيا ونشر المزيد من القوات الأجنبية في شرق أوروبا والمحاولات المستمرة للتوسع باتجاه الشرق قتل ستة أشخاص وأصيب ثلاثة عشر أخرون جراء تجدد القصف الأوكراني على جمهورية دونالد تسك الشعبية وذكرت مصادر في دونالد تسك أنه رغم القصف الأوكراني المستمر لا تزال قوات الدفاع الشعبي في دونالد تسك ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل بالتوازي أعلنت جمهورية دونالد تسك الشعبية انتشال 92 عاملا من منجم زاسيادكو للفحم في مدينة دونالد بعد أن انقطع عنهم التيار الكهربائي نتيجة القصف الأوكراني وقالت وزارة الطوارئ في جمهورية دونالد أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج 92 عاملا إلى سطح الأرض بينما تم إجلاء 60 آخرين إلى مكان آمن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغتسيل وعين مكانه توماس هومان وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعاية سبع دول من السفر للولايات المتحدة وسط تدعيات متسارعة سببها الأساسي قرار منع دخول مواطني عدة دوله تأنفى ترامب أسبوعه الثاني في البيت الأبيض بقرار إقالة القائمة بأعمال وزير العدل والمسؤول بالوكالة عن الهجرة والجمارك لرفضهما تطبيق قراره بشأن حظر السفر ذلك بانتظار أن يثبت مجلس الشيوخ سيناتر سيشينز في منصب وزير العدل ترامب أقل أيضا المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راكس ديل على أمل أن يسهم تعيين توماس هومان مكان راكس ديل في ضمان تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق مع المصلحة الوطنية حسب البيت الأبيض قائمة الحظر الأمريكية قد تطول لتشمل السعودية ومصر ذلك حسب توقعات كبير موظفي البيت الأبيض يانس بريبس بريبس وضع في موقف محرج عندما سئل من كثير من الصحفيين عن سبب غياب السعودية عن قائمة الحظر وما إذا كان البترول السعودي هو السبب في ذلك طبعاً المسؤول الأمريكي نفى هذه التحليلات لكنه لم يستبعد أبداً إضافة السعودية إلى الحظر خاصة وأن الأمريكيين يعرفون حق المعرفة أن معظم الاعتداءات الأمريكية القديمة والجديدة التي وقعت في أمريكا كان وراءها السعودية أو سعوديون ليست قرارات منع دخول اللاجئين وحدها وراء الزوابع التي تعصف في أروقة الأعلام والسياسة فسياسة الرئيس الأمريكي الجديد تخلف الكثير من الأسس التقليدية التي قامت عليها حركة الهيمنة الأمريكية سياسياً واقتصادياً ولعل المثال السعودي هو الأبرز في هذا المجال فترامب أرجع إضافة السعودية إلى قائمة الحظر لأنه يعرف أن واقع العلاقات قد يزداد فتوراً خاصة إذا ما نجح الرئيس ترامب في تطبيق خطته بشن حرب شعواء على تنظيم داعش الإرهابية وهي حرب لن يكون نظام بني سعود من المرحبين بها هذا إذا لم يقفوا ضدها علنن كما يفعلون اليوم سرن إلى العنوين الرئيس الأسد يؤكد أن الصناعيين السوريين الذين صمدوا وتابعوا أعمالهم مصدر فخر وحالة وطنية وحدات الجيش تقضي على أعداد من إرهابي تنظيم داعش في دير الزور وريف حمص ارتياح لدى أهالي دمشق مع بدء عملية ضخمياه نبع عين الفيجة تدريجياً إلى منازلهم النمسا تحذر من خطر عودة الإرهابيين من سوريا والعراق وتزايد أعدادهم القوات العراقية تقضي على تسعة وثلاثين إرهابياً من داعش شرق محافظة صلاح الدين وكان في هذه الساعة شهداء وجرح يمنيون ودمار كبير نتيجة غارات للنظام السعودي على المخة نهاية هذه الساعة الإخبارية لكم مني ومن فريق العمل أطيب المنى إلى اللقاء اشتركوا في القناة